بسم الله الرحمن الرحيم نهاردة ان شاء الله نبتدي نكمل الجزء التاني من المادة بتاعتنا وهو عبارة عن عنوان او علم بنسميه علم فصائل الدم او علم الهيماتولوجي هنتكلم في عن انواع فصائل الدم اللي موجودة في الجنس البشري وكمان هنتكلم ازاي بتتقسم لفصائل وفصائل سالبة اول حاجة معانا السورة دي بتوضح لنا ان احنا عندنا اربع انواع من الفصائل فصيلة الدم اي وفصيلة الدم دي وفصيلة الدم اي بي وفصيلة الدم او طب اين اللي بيم chaud الفصائل دي عم بعضها واليه بنقول ان في فصيلة مجابة وفصيلة سالبة والكلام ده هنعرف دلوقتي ان في عندنا حاجة اسمها بتحدد لي نوع الفصيلة هل هي مجابة ولا سالبة وكمان هنشوف صور للكلام ده ازاي بيبقى موجود ودهي بنقدر نشوفه ونحدد الفصائل دي بالعين المجردة باستخدام الانتجين او باستخدام المحاليل الخاصة بيها يعني. اول حاجة هنتكلم فيها نتم تقسيم الفصائل الدم على حسب نوعها الاربع اقسام اربع اقسام طبعا موجودة في الجنس البشري اول نوع معينا وهو فاصيلة الدم ايه? وفاصيلة الدم ايه دي مميزاتها? ان قريات الدم للحمراء بتاعتها بتحتوي على المادة الفعالة ايه? والبلازمة بتاعتها بتحتوي على المادة المضادة بي. طب فاصيلة الدم ايه بي? كريات الدم الحمراء بتاعتها بتحتوي على المادة الفعالة بي? والبلازمة بتاعتها بتحتوي على المادة المضادة ايه? طب فاصيلة الدم ايه بي وهي رقم تلاتة معينا بتحتوي كريات الدم الحمراء بتاعتها على المادة الفعالة ايه بي? ولكن البلازمة بتاعتها ما بتحتويش على اي مواد مضادة. عشان كده الشخص لفاصيلة الدم بتاعته ايه يقدر يستقبل او ياخد دم او يتنقله دم من اي شخص ايا كانت فاصلته. ولكن هو ما يقدرش ينقل له اي فاصيلة تانية لان هو عنده في المادة بتاعته او في الكرايات الدم الحمر بتاعته المادة الفعالة ايه والمادة الفعالة بيه فلا يقدر ينقل له واحدها ولا يقدر ينقل له وحدها لانه هيعمل تسمم للاشخاص اللي بينقلهم دون. بعد كده عندنا فاصيلة الرابعة وهي فاصيلة الدم او. والفاصيلة ديت ما بيكونش في الكرايات الدم الحمراء بتاعتها اي مواد فعالة. والبلازمة بتاعتها بتحتوي على المادة المضادة اي بي. يعني هي تقدر تاخد من او بس. لكن ما تقدرش تاخد من اي مادة من اي فاصيلة تانية. وفاصيلة الدم وتقدر تدي لاي فاصيلة. وهنعرف الوقت ازاي بنحدد النوع الفاصيلة ده. اول حاجة بنقول ان احنا معانا عامل ريسيوس. العامل ده عبارة عن المحدد لايجابية او سلبية الفاصيلة او نوعها. يعني نقدر نقول مجابة او سالبة. عندنا حوالي خمسة وتمانين في المية من الجنس البشري او من البشر بيحتووا على عامل ريسيوس. وخمستاشر في المية بس بيحتووا لا يحتووا عفوا على عامل ريسيوس. يعني ايه الكلام ده? يعني خمسة وتمانين في المية من البشر عندهم الفصيلة بتكون مجابة. وخمستاشر في المية بتكون سالبة لان وجود عامل ريسيوس يعني الفصيلة الموجبة وعدم وجود عام الريسيس يعني الفصيلة بتكون سالبة. طبعا الريسيس دقي فايدته اصلا. هو عبارة عن مادة بتسبب التلافق وبتتنقل وراسيا يعني لو الابضل مسلا الموجب يبقى احتمال انه يكون الابناء مكابين عادي مش لازم يكون سلبيين يعني. وعادي ممكن يكون عنده ابناء سالبة ولكن بنسبة قليلة. اه وفقا لقوانين الوراثة والعوامل الوراثية السائدة زي ما قلنا فوق خمسة وتمانين في المية من البشر نوعه سائد يعني نوعه بيحتوي على آآ العامل الريسيس يعني بيكون موجب وخمسة عشر في المية بس بيكون سالب. لزي لك الخمسة عامل متلحف. طب ايه هو الفرق بقى بين فاصيلة الدم الموجبة وفاصيلة الدم السالبة? في عندنا مادة بتسمى المادة البريتينية بتكون موجودة. لو ظهرت في الدم عندي بتكون الفصيلة الموجبة. لو هي لو ما ظهرتش في الدم عندي بتكون الفصيلة سالبة. وعندنا الفصائل الموجبة هي سائدة والفصائل السالبة بتكون نادرة جدا ومتنحية مش مش منتشرة كتير. خمسة عشر في المية بس زي ما قلنا في السلايد اللي قابلي دي اللي هنا دي. آآ عندنا دلوقتي حالة بتبقى آآ شائعة جدا لو فيه ام فاصيلة الدم بتاعتها سالب. والجنين بتاعها فاصيلة الدم موجب. فاول حملة هينتها المولود هينتج عادي يعني مش هيبقى في اي مشاكل في في الدم بتاعه. طب ليه بقى بيحصل مشاكل في الحملة في الحملة التانية لان الام جسمها بيكون. اتسمه ضدة ضد الجنين اللي فاصيلة الدم بتاعته بتكون موجب. فبالتالي بيحصل للجنين التاني تسمم حملة وممكن يموت. طب ازاي يتفادوا المشكلة دي? بيجيبوا حقنا كده بتسمى الار اتش او او اللي بتكون محتوية على عامل الريسيس. وبيحطوا وبيحقنوها للام او بيضوها للام بعد الولادة مباشرة عشان ما يحصلش مشاكل معها في اه مع مع الجنين التاني او الحملة التانية او او هكزة يعني. النقطة دي مهمة جدا وابتكون منتشرة غالبا في الامهات اللي فاصيلة الدم بتاعتها سالب. طب ازاي بقى نكشف عن فصائل الدم بتاعتنا او اسمه ازاي نعمل كشف عن فاصيلة الدم. يعني انا دلوقتي كل الكلام ده كنا بنشرح ازاي بنعرف ان فاصيلة الدم المجب وبنتكلم عنها والسالبة وبنتكلم عنها. طب ازاي بقى لو جات لعينة اعرف الفاصيلة دي مجب ولا سالب? ولا اعرف نوعها ايه? عندي في الاول حاجة لما باجي اسحب العينة باسحبها بطريقتين. اما ان انا اسحب من الشخص عادي من الوريد بتاعه. واحطها في تستيوب او في انبوبة بتكون محتوية على مانع تجلط. او ان انا اخدها نقطة عادية يعني ان انا يكون في جهة الصورة كده بيعمل آآ بيعمل شكة بسيطة. وبعد كده ناخدها على الصيد ناخد تلات نقطة من الشخصة او اربعة على حسب المعمل ده بيشتغل ازاي? وبعد كده نحط عليها الانتج ان اللي احنا ناخدها دلوقتي. يبقى احنا ازاي بنعمل اختبار? اول حاجة بناخد من الشخص بطريقتين. اما ان احنا ناخد منه الدم مباشرة. يعني ناخدها بتلات نقطة او تلات قطرات. او ان احنا نسحب منه آآ الدم من الوريد عادي ونحطها في انبوبة بتكون محتوية على الاديتا. الاديتا ده بنسميه مانع تغلط عشان لو الدم حصل له تغلط مش هنرعب نعمل له آآ الاختبار لانه اصلا الاختبار معتمد على تغلط الدم. يعني احنا بنوضح آآ فاصلة الدم عن طريق التغلط بتاعها. فلو هي اصلا جلنا متغلطة مش هنعرف نحن دي. الصورة دي بتوضح معنا ازاي بنقدر نقيس او بنشوف فاصلة الدم. لو لاحظنا في مكتوب هنا كده انتي ايه بتسمى الانتيجن ايه وانتي بي او الانتي الانتيجن بي والانتي دي او الار اتش. اول حاجة معنا بتبقى نقطة رونها اخضر. ما نشعب اللون الداكن اللي جوال هو مسمر شوية ده. هقول لكم ده ايه دي الوقتي والنقطة التانية بيبقى رونها كده والار اتش بيبقى لونه كده. اول حاجة بنحط بنحط النقطة بتاعتنا على نقطة الدم. لو حصل لها تغلط زي الشريحة اللي معنا كده. بنقول ان الشريحة دي بتكون ايه? هنشوف الناحية التانية. لو حصل تغلط في البي هتبقى بي. لو ما حصلش زي هو معنا ده ما حصلش في ايه تغلط. بنقول ان الشريحة بتاعتنا او ان الراجل بتاعنا مش محتوي على بي. والار اتش بتاعته لو حصل لها تغلط يبقى الفصيلة موجبة. يبقى احنا حصل تغلط عندنا في في ال ايه وحصل تغلط عندنا في الار اتش. فنقدر نقول ان الشخص فصيلته موجبة ايه موجب. وهو مش محتوي على اي بي. لو بصنا بقى على على الاسلايد اللي بعدها وعلى الشريح اللي بعدها. نلاقي انه ما حصلش تجلط في الايه بس حصل تجلط في البي وحصل تجلط في الار اتش او في الانتي دي. ده معناها ان الشخص اللي معايا الفصيلة بتاعته بي موجب. طب اللي تحت بقى اللي هي رقم تلاتة. حصل تجلط عندي في الايه وحصل تجلط في البي وكمان حصل تجلط في الار اتش فبالتالي نقدر نقول ان الشخص ده ايه بي موجب. طب رقم تلاتة بقى لازم نخلي بالنا لان في ناس كتير جدا فاصيلة دمهم او. اول حاجة هنشوف فاصيلة الدم الانتي ايه. لو الانتي ايه محصلش في تجلط والانتي بي كمان محصلش في تجلط يبقى الشخص ده فاصيلة الدم بتاعته او. طب ازاي نعرف او سالب ولا او موجب عن طريق الار اتش. لو حصل في الار اتش اه تجلط تبقى فاصيلة الدم او موجب. لو محصلش تجلط تبقى او سالب. وهنشوف اه شرايح بتوضح لنا ده دلوقتي. الاتكم شريح الكام عنصر دول عفوا بيوضح لنا الكلام اللي احنا قلناه. لو حصل تلزن او تجلط عند المضاد ايه او الانتي ايه بيكون فاصيلة الدم ايه. لو حصل تلزن او تجلط عند الانتي بي بيكون فاصيلة الدم بي. لو حصل تلزن او تجلط عند ال ايه وكمان عند البي بتبقى الفاصيلة اي بي. لو لو ما حصلش اي تجلط لا عند ال ايه ولا عند البي بتكون الفاصيلة او. ونفس الكلام مع الار اتش. لو حصل عندي تكلط في الRH بتبقى فاصيلة الدم موجبة او RH موجب ولو ما حصلش اي تجلط او اي تلازم بتبقى فاصيلة الدم سالبة او RH بتاعها بيكون سالب الشريحة دي برضه بتوضح لنا ازاي كان ازاي بيحصل التجلط بشكل اوضح من اللي قبلها دي طبعا السمبلز بتاعة الدم من غير ما يحطوا عليها اي حاجة هي كده العينات بس اول واحدة معنا حصل تجلط في الاي بس والB ما حصلش فيها حاجة والRH حصل فيه تجلط فبالتالي الفاصيلة اللي معنا ايه يعني الشخص ده فاصيلة الدم بتاعته ايه موجب تاني معنا ما حصلش تجلط في الاي لكن حصل تجلط في الB وحصل تجلط في الRH فالشخص اللي معنا فاصيلة الدم بتاعته بي موجب الشريحة التالتة حصل تجلط في الA وحصل تجلط في الB وحصل تجلط في الRH فالشخص فصلته اي بي اه موجب اخر شريحة معانا وهي اه ما حصلش تجلط في اي واحدة معانا تبدا الكلام ده معنى ان الاختبار اللي انا عملته غلط لأ ابدا احنا زي ما خدناها واحدة واحدة ما حصلش في الايه وما حصلش في البي يعني الشخص فصلة الدم بتاعته او طب ما حصلش كمان في الار اتش فصلة الدم بتاعته سالبة يعني هو او سالب كده عرفنا ازاي بنوضح فصائد الدم الشريحة دي برضو بتوضحنا نفس الكلام حصل في الايه والار اتش يبقى ايه بوزيتب حصل في الايه بس يبقى ايه اه نيجاتب حصل عندي في البي والبي اه والار اتش عقوا يبقى ايه يبقى بي اه بوزيتب حصل في البي بس وما حصلش في الار اتش يبقى بي نيجاتب حصل في التلاتة يبقى ايه بوزيتب حصل في الايه وفي البي بس يبقى ايه بوزيتب اه حصل عندي بس في الار اتش تبقى او محصلش في الار اتش تبقى او نيجاتيب. وبكده نكون خلصنا الكورس بتاعنا وان شاء الله نشوفكو على خير.